أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن عمليات برية وجوية في شرق سوريا نتج عنها اعتقال ثلاثة من عناصر داعش وأتابع المتحدث باسم القيادة بأن العملية التي حصلت في شرق سوريا تؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة وهزيمة داعش كما أن هذه العملية ستحد من قدرات التنظيم على تنفيذ عمليات تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين رغم الإعلان الرسمي عن هزيمة تنظيم داعش مرت الغارات والهجمات على التنظيم بمحطات عدة وذلك بقيادة الولايات المتحدة فما هي أبرزها نتابع في أكتوبر عام 2018 أي بعد عام من أعلان هزيمة داعش في العراق انطلقت عمليات عسكرية بقيادة الولايات المتحدة في محافظة الأنبر العراقية الحدودية مع سوريا ضد التنظيم الذي كان متمركزا هناك ومع نهاية العام أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب نحو ألفين جندي من سوريا بعد إعلان هزيمة داعش هناك أيضا لكن عام 2019 جاء معاكسا للتوقعات فتراجعت ترامب عن قراراته معلنا إبقاء جنود في سوريا واستمخوف من عودة ظهور عناصر التنظيم وفي الحادي عشر من أغسطس من عام 2021 انطلقت في العراق عمليات أمنية لملاحقة تنظيم داعش بمحافظة الأنبار بمشاركة طيران التحالف الدولي بعد بضعة أيام ألقت قوات التحالف خلال عملية أمنية القبض على قيادي في تنظيم داعش غربي دير الزور شرقي سوريا وفي سبتمبر من العام نفسه انطلقت عمليات عسكرية سوب موقع لتنظيم داعش إلى الغرب من مدينة الموصلة العراقية بغطاء جوي من التحالف وفي الشهر ذاته نفذ سلاح الجو التابع للتحالف الدولي غارات استهدفت معوقع لداعش بأطراف قضاء كفري التابع إداريا لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان وخلال عام 2022 وتحديدا في فبراير أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي خلال عملية نفذتها القوات الأمريكية شمال سوريا في سوريا أيضا خلال شهر مايو الماضي أعلنت تحالف الدولي تنفيذ عملية ضد خلية نائمة لداعش قرب بلدة دير الزور شرقي سوريا ما أسفر عن القبض على عضو مسؤول عن الاغتيالات في الخلية أما في يناير الجاري أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي سانتكوم أن القوات الأمريكية اعتاقلت ثلاثة عضاء في تنظيم داعش خلال عملية بشرق سوريا ترجمة نانسي قنقر